تفقدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني مبنى دار الكتب والوثائق القومية بكورنيشنيل والتي شملت قاعة البحث والاطلاع ومعمل المسح الرقمي ومركز ترميم وصيانة الوثائق وعددا من الأقسام المختلفة وجهت الوزيرة بضرورة وضع خطط عاجلة لترميم ورفع كفاءة عدد من الأقسام التي تحتاج إلى التطوير والتحديث والاهتمام برفع كفاءة منظومة التأمين والإندار المبكر والحرص على مراجعة تلك الأنظمة بشكل دوري وتحديثها باستخدام تكنولوجيا التصوير المتطورة عالية الدقة كما وجهت وزيرة الثقافة بالتوسع في رقمنة الوثائق وحفظها بشكل يناسب أحدث وسائل الأرشاف العالمية لتقديم خدمة مميزة للباحثين